للحديث عن ملف المغيبين والمختطفين قصرا والمقابر الجماعية في صلاح الدين ينضم معنا المحلل السياسي الأستاذ جبار المشهداني أستاذ جبار إذن منظمة Human Rights Watch تقول أن نظام العدالة الجنائي في العراق يعتريه العديد من الاعترافات القشرية التعذيب المعاملات غير المسموح بها في السجون هل تعتقد بأن هذا الحديث أو هذا البيان سيغير شيئا على أرض الواقع في العراق في ملف الحقوق تحديدا لأن هناك العديد من التقارير التي تحدثت عن هذا الوضع في العراق سابقا نعم مساء الخير أستاذ عزيزة لك ولجمهور الكريم ابتداء إذا تحدثنا عن المغيبين في الأنبار وفي صلاح الدين وفي موصل وفي كل مناطق التي يقتنها السنة العرب في العراق تحديدا فلا يغيب عن بان نماذج لمناطق كاملة إذا تحدثنا عن جرف الصخار التي طرد أهلها منها تماما وأخليت وأصبحت قاعدة للحرس الثوري وللميليشات المرتبطة بإيران وإذا تحدثنا عن الصغلاوية التي خطف رجالها وشبابها وبقيت منطقة بلا رجال وإذا تحدثنا عن الفرحاتية وتحدثنا عن المقابل في صلاح الدين كل هذا الحديث يجري على مرأة ومسمع من العالم كله محاولة إخفاء الحقائق والقول أنه جهات مخفية وجهات لا أحد يعرفها الجميع يعرف والحكومة تعرف وشكلت لجان تحقيقية وسميت الجهات الخاطفة والتي اختطفت والتي غيبت بالأسماء لكن السكوت عنها بهذه الطريقة أولا يتحمل أبناء المناطق نفسهم اليوم مطلوب من السنة العرب في العراق أما أن يحذوا حذو أخوتهم من الشيعة العرب اللي طالعين محافظاتهم ويصيحون الريد وطن على الأقل خليلوا يطلعون يقولون الريد أبنائنا الريد مدننا المختطفة كنت سأتي معك حول الناس المغيبين والمختطفين قصرا لكني ابتدأت بالحديث عن التقرير الذي تتحدث عنه منظمة بخصوص الملف الحقوقي في العراق بشكل عام مسألتك إن كان هذا التقرير وسوى سيغير شيئا على أرض الواقع هذه التقرير الحقوقية والدولية هل يمكن أن تحدث متغيرا على أرض الواقع؟ يمكن لهذه التقارير الدولية أن تحدث متغيرا على أرض الواقع لكن بعد سنوات المنظمات الدولية نفسها طويل تجمع أدلة وتجمع معلومات ثم تمر هذه الأدلة والمعلومات بسلسلة مراجع وبسلسلة طويلة من الإجراءات حتى تتحول إلى محاكم دولية مثلا أو تكشف الحقائق ولو بعد سنوات من الآن أنا أتحدث الآن عن الوضع السني العربي في العراق تحديدا وهو يشهد هذا التشظي والتشتت وهو يشهد نازحين ومهجرين وعوائل كاملة الآن مقسمة من يتحمل مسؤولية ذلك أستاذ جببا؟ أول من يتحمل مسؤولية ذلك أول من يتحمل مسؤولية ذلك هم السياسيين وممثلين السن العرب في الوضع السياسي العراقي منذ كتابة الدستور العراقي إلى الآن قدموا تنازلات أثر تنازلات أثر تنازلات إلى أن أصبح اليوم الوضع السني العربي في العراق يشبه وضع الروهينجا وضع محزن ووضع مقلق أبناء المناطق أيضا والعوائل والمواطنين يتحملوا المسؤولية الكبيرة أنا اليوم ما روح أحضر ندوة لمرشحة الانتخابات وأنا ما حاط أولوية عندي حلوا مسائل شبابنا المغيبين المختطفين حلوا مناطقنا شوفوا حل النازحين المشتتين خل نجمع شتات عوائلنا ونرجع في مناطقنا أول ما نتحمل مسؤولية هو السياسي ثم المواطن نفسه بعدين التعويل على المنظمات الدولية والتعويل على أن الحقوق ستعود ولو مستقبلا هذا تعويل مطاط ولا يحقق مصلحة الناس ومطالبهم الحقيقية يجب إعادة النظر في أولويات السنة العرب في العراق ابتداء من قبل المواطن السني نفسه يتم التذرع دائما بأن هؤلاء منتسبون إلى داعش أو أن أهلهم منتسبون لداعش شهدنا في التقرير شهادات لبعض الموجودين في التقرير يتحدثون أن هذه المقبرة التي اكتشفت مؤخرا كانت غير خاضعة لداعش أصلا إلى ماذا يؤشر ذلك؟ يؤشر إلى نتائج التي عرضها التقرير الحكومي الرسمي اللجنة التي شكلها السيد العبادي في وقته وضمت أجهزة أمنية والاستخبارية والمخابرات والجيش والداخلية وطلعت من نتيجة أن الذين اختطفهم بوقتها كانت كتاب عزب الله وهذا تقرير رسمي ومعلن نحن نشلف الدور في مناطقنا مناطق السنة العرب يعرفون اللي كتلة داعش واللي كتلة الميليشيات هس جماعة داعش نعرفه مقابر داعش معروفة وأيضا المقابر والمجازل اللي سوتها الميليشيات المرتبطة بإيران معروفة خلنا نصير شجعان ونسمي الأشياء بمسمياتها ونطالب ممثلين بالعملية السياسية أن يكون إصلاح الوضع الداخلي وإعادة المغيبين وكشف عن حقيقتهم وعدم تركهم سلعة للسجون تتاجر بيها والفساد اللي بسجون الكل يتحدث عنه والكل يعرفه من وزير العديل إلى الكتل والأحزاب السياسية وكل العملية السياسية تعرف ما يجري في السجون وما يجري بحق المغيبين وما يجري بحق النازحين والمهجرين وبالتالي أحنا لنرسم أولوياتنا وأحنا لنحقق أهدافنا إذا توحدت الرؤى المحلل السياسية الأستاذ جبار المشهداني شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر